أهلا بكم من جديد قالت مصادر طبية يمنية أن 25 شخصا على الأقل قتلوا في قصف لطائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لسوق في محافظة سعد شمالي البلاد وقال مصدر طبي طائرات التحالف شنت غارتين على سوق مشنق بمديرية شدة بالمحافظة الوقاعة قرب الحدود السعودية أمس السبت وإن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى الضحايا حتى وقت متأخر بسبب استمرار القصف على المنطقة هذا ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي حتى الآن